أعزائي طالبات وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية أهلا ومرحبا بكم يسعدني أن أقدم لكم موضوعا من أهم موضوعات مادة الكيمياء في برنامج مدرسة على الهواء وحلقة اليوم إن شاء الله تكون بعنوان الفيتامينات وتحضير عينة من الجل طبعا احنا بالنسبة لنا في حلقة اليوم إن شاء الله هنتعرف على بعض المكونات الصغرى أو المركبات الصغرى اللي احنا بنتعرف عليها خلال هذا العام إن شاء الله احنا درسنا في حلقات سابقة درسنا المركبات الكبرى ودرسنا تحديدا منها المادة الكرباهيدراتية طيب عشان احنا ما نكونش نسيين أو نفتكر بنقول إن المركبات الغذية اللي احنا هدرسها السنة دي عبارة عن ست مركبات أو ست مواد ليعبار عن مادة الكرباهيدراتية والمادة البروتينية والمادة الدهنية وده مركبات كبرى وبعد كده الفيتامينات والأملاح المعدنية بالإضافة إلى الماء دي المركبات الصغرى وزي ما قلت قبل كده برضو إن المركبات الكبرى من ضمن المركبات اللي بيحتاجها جسم الإنسان بكمية كبيرة ولكن غياب هذه المركبات يؤدي إلى أمراض خطيرة أيضا المركبات الصغرى بنقول بيحتاجها الإنسان بكمية قليلة جدا ولكن لو الجسم ما حصلش على هذه النسبة أيضا تؤدي إلى الأمراض الخطيرة وده زي ما هنشوف أعراض نقص العديد من الفيتامينات برضو بحب أفكركم من الجزء بتاعنا السنة دي إن شاء الله بندرس جزئين جزء نظري والجزء الآخر جزء عاملي وأنا أتمنى إن شاء الله ومتأكد بإذن الله إن احنا هنحصل على الدرجة النهائية أيضا الجزئين اللي احنا بندرسهم السنة دي برضو في الكيميا في مجال فني معامل تحديدا عبارة عن الجزء الخاص بالكيميا الحيوية والجزء الخاص بالصناعات الكيميائية وخاصة صناعات العطور والصابون السائل ومستحضرات التجميل طب تعالا كنا نشوف على الشاشة بتاعتنا إزاي هنتعرف على الفيتامينات بداية بنقول حلقتنا النهاردة عبارة عن الفيتامينات وصناعة الجل طيب لما يجي في المتحان يقول لي عرف الفيتامينات إيه هي الفيتامينات دي بقول لي تعرف الفيتامينات هي عبارة عن مركبات عضوية يعني تتكون داخل جسم أو أعضاء الكيميائي الحي وتلزم في الغذاء بكميات صغيرة ودي نقطة مهمة جدا ضرورية للنمو ولمنع كثير من المشاكل الصحية عشان كده دايما بركز معاك وأقول لك إن العناصر الصغرى اللي منها الفيتامينات ومنها الأملاح المعدنية بيحتاجها الإنسان بكمية قليلة جدا ولكن غياب هذه الكمية يؤدي إلى الخطير أو العديد من الأمراض الخطيرة طيب نرجع كده نشوف إيه تاني ممكن نتعرف عليه في دراسة الفيتامينات نقسم بقى أو ناخد تقسيم الفيتامينات طيب الفيتامينات دي بتنقسم إليه؟ تنقسم إلى فيتامينات تزوب في الدهون ودي عبارة عن أربع فيتامينات زي ألف ودال وكاف وهي طيب النوع الثاني إيه؟ فيتامينات تزوب في الماء مثل به وجيم يبقى أنا كده بمنتهى البساطة ببدأ أتعرف على تقسيم الفيتامينات لو جال في الامتحان بيقول لقسم الفيتامينات يبقى أنا عندي نوعين من الفيتامينات فيتامينات تزوب في الدهون ولا تزوب في الماء مثل ألف ودال وكاف وهي وفيتامينات أخرى تزوب في الماء ولا تزوب في الدهون مثل فيتامينات أو فيتامين جيم ومجموعة فيتامين به طيب نشوف إيه تاني في الفيتامينات كده قبل الجزء العاملي بتاعنا نشوف أول فيتامين اللي هو عبارة عن فيتامين إيه؟ أول اللي احنا بتسميه فيتامين ألف طيب نقصه الحتة المهمة بقى هل الفيتامين الصغير ده لو انا ما خدتش كمية البسيطة جدا منه نقص يؤدي الى الرمض الجاف والعشاء الليلي العشاء الليلي اللي هو عبارة عن عدم القدرة على الابصار ليلا يبقى نيجي بعد كده المغرب او بعد العشاء لا ان العملية الايه الابصار عملية بتبقى شقة جدا وعملية صعبة جدا وده مرض من ضمن الامراض الخطيرة طيب تعال نشوف الفيتامين الثاني اللي هو فيتامين دال نقصه يسبب الكساح ولين العظام الكساح عند الاطفال والصغار ولين العظام عند الكبار طبعا مرض في منتهى القطورة نقص هذا الفيتامين رغم من هذا الفيتامين ممكن اجده في اشاعة الشمس يعني لو جسم الانسان تعرض لفترة بسيطة من لاشاعة الشمس بيحصل على ما يلزمه من هذا الفيتامين طيب ايه كمان فيتامين هاي نقصه يسبب العقم وضمور العضلات العقم اللي هو عبارة عن عدم القدرة على الانجاب طبعا دي كلها حاجات بسيطة جدا وفيتامينات الجسم يحتاج النسبة بسيطة جدا ولكن نقص هذه الفيتامينات يؤدي الى امرات خطيرة زي ما قلت جميل طيب تعال نشوف الفيتامين الرابع اللي هو فيتامين كاف نقصه يسبب النزيف وعدم تجلط الدم لانه بيأثر على مدة الفبرين بيخليها ما تتجلطش لما تتعرض للهواء الجوي وبالتالي المريض لو تجرح جرح يؤدي الى النزيف باستمرار ولا يتوقف هذا النزيف ولا تتكون جلطة طيب احنا كده بنبدأ نقف وقفة بسيطة جدا وبقولك ان الفيتامينات دي مركبات صغرى وعايزك تحط في اعتبارك مش معنى صغرى يعني مش مهمة لا انا بينت من خلال الاربع فيتامينات اللي هي بتدوب في المياه ان نقص هذه الفيتامينات يؤدي الى امراض في منتهى الخطورة عشان كده بقولك ان العناصر الصغرى بيحتاجها الانسان بكمية قليلة جدا ورغم ذلك غيابها بيؤدي الى ظهور العديد والكثير من الامراض الخطيرة طيب زي ما تعرفنا على الفيتامينات التي تزوب في الماء ايضا التي تزوب في الدهون ايضا نتعرف على الفيتامينات التي تزوب في الماء طيب انا عندي فيتامينات بيزوب في المياه اللي هو فيتامين جيم وفيتامين بيه بانواعه اللي هي بها واحد واثنين وثلاثة وستة وتسعة واثناشر مجموعة كبيرة او من فيتامين بيسمى فيتامين ب طيب تعالوا نشوف اول نوع من الفيتامينات التي تزوب في الماء فيتامين سي او فيتامين جيم نقصه يسبب نزيف اللسة وتساقط الاسنان اللي هو بيسمى بمرض الاسخربوت وهذا الفيتامين يفقد بالتسخين يعني انا لو هذا الفيتامين موجود في المادة الغذائية وسخنت المادة الغذائية كل هذا الفيتامين بيفقد عشان كده بقول لك نقص هذا الفيتامين يسبب نزيف في اللسة وتساقط في الاسنان وبناء على كده بنقول لك ان الفيتامين ده من ضمن الفيتامينات المهمة جدا لانه نقصه بيؤدي الى تشوق فيه الوجه اللي هو يعتبر عنوان الانسان طيب الفيتامين ده زي ما قلت او بقول ان هذا الفيتامين نقصه يؤدي الى الاسخربوت اللي هو نزيف اللسة وتساقط الاسنان وهذا الفيتامين يفقد بالتسخين يبقى انت الحاجة او المادة الغذائية اللي فيها فيتامين سي مهم جدا انك انت تبعدها عن عملية التسخين او حتى تبعدها عن انك انت تخزنها في جو بيبقى في حرارة علي طيب زي ما شفنا فيتامين جيم برضو لازم نتعرف على الفيتامين التاني الفيتامين التاني مش اقل همية بالعكس مهم جدا اللي هو فيتامين ده واحد فبنقصه يسبب ايه التهى بالعصاب يا انها ربيض يعني نقص هذا الفيتامين اللي هو موجود في البيض موجود في الكبد موجود في الفاكهة موجود في الخضروات هذا الفيتامين نقصه ورغم كده ان الانسان بيحتاجه بنسبة قليلة جدا بنسبة لا تتعدى المايكرو جرامات يعني لا تتعدى واحد على الالف من الجرام نقصه يسبب التهاب العصاب امرات خطيرة رغم ان هي عناصر صغر فيتامين بي اتنين نقصه يؤدي الى ايه الى خشونة الجلد وضعف عمليات التمثيل الغذائي يعني الانسان لما بيتناول اي اغذية ما بتمثلش داخل جسمه ومتحولش الى اللحوم او الى الدم او خلاه فطبعا نقص هذا الفيتامين يؤدي الى خشونة الجلد وضعف عمليات التمثيل الغذائي طيب فيه حاجة برضو اخرى لا تقيل اهمية عن الفيتامينات اسمها العناصر المعدنية هذه العناصر المعدنية بيبقى منها عناصر كبرى وعناصر صغرى عشان كده بقى في الامتحال لما يجو قولك الفرق بين العناصر الكبرى والصغرى طول عناصر الكبرى بيحتاجها الانسان بكمية كبيرة ونقصها يؤدي الى امرات خطيرة والعناصر الصغرى بيحتاجها الانسان بنسبة قليلة جدا ونقصها يؤدي ايضا الى امرات خطيرة فعشان كده بقى انا النهاردة جاي اقولك ان العناصر الصغرى لا تقل اهمية عن العناصر الكبرى طب تعالوا نشوف الاملاح الكبرى اللي بيحتاجها الانسان بكمية كبيرة زي ايه اه زي الكالسيوم الكولوريد الماغنيسيوم الفسفور البوتاسيوم الكابريت السوديوم دي عناصر تسمى العناصر الكبرى طيب وصد منها على طول عناصر صغرى زي الكوبلت النحاس الكروميوم اليود الحديد المانجنيس الموليبيدنيوم النيكل السيلينيوم الزينك طيب النهاردة بقى وصلت المعلومة مهمة جدا وعايز اقولكو عليها ان في مركبات كبرى وفي مركبات صغرى في ايضا من ضمن المركبات الصغرى النهاردة تعرفنا عليها نوعين النوع الاول اللي هو الفيتامينات النوع التاني العناصر المعدنية الفرق بين الفيتامينات والعناصر المعدنية ان الفيتامينات مركبات صغرى بس لكن العناصر المعدنية فيها برافو عليك عناصر كبرى بيحتاجها الانسان بكمية كبيرة وعناصر صغرى بيحتاجها الانسان بكمية صغيرة ولكن كلمة صغيرة ديت لا تقلل من اهمية هذه العناصر لان فقد هذه العناصر من الجسم يؤدي او عدم تناولها يؤدي الى الامراض الخطيرة طيب انا هاعرض عليك بعض المركبات الغذائية اللي أنا ممكن أحصل منها على هذه الفيتامينات الأملاح المعدنية بالمناسبة جميع الفوكه جميع الخضروات البيض اللبن اللحوم سواء كانت لحوم حمراء أو لحوم بيضاء بالإضافة إلى منتجات الألبان هذه المركبات جميعها تخلي الإنسان ممكن أنه هو يحصل على هذه الفيتامينات بمنتهى البساطة طبعا هديك مثل صغير كده هديك حساب رق حاجة كده حسابية صغيرة قوي ممكن من خلالها تعرف قد إيه أنا ممكن أحتاج هذه العناصر لو أنا عندي سبعين سنة أو لو أنا هعيش سبعين سنة أنا يطار في السبعين سنة دول جسمي يحتاج عناصر معدنية وفيتامينات وعناصر صغرى قد إيه ممكن أقول لك ميتين وخمسين جرام يعني الميتين وخمسين جرام فيتامينات وميتين وخمسين جرام أم لحمة عدنية وميتين وخمسين جرام من العناصر الصغرى بيكفيني عشان أعيش بدون أمراض لمدة سبعين سنة معنى كده أننا بنحتاج إلى هذه العناصر بنسبة قليلة جداً زي ما قلت في بداية الحلقة لا تتعدى الميلي جرامات مش الجرامات لأ الميلي جرامات اللي هو عبارة عن جزء من الألف من الجرام طيب هنشوف كده عرض لهذه المواد الغذائية أنا هديك المادة الغذائية وبعدين هقول لك هصنفها لك هقول لك دي عبارة عن كربوهيدرات أو بروتين أو دهون أو فيتامين أو أملحمة عدنية وهقول لك إذا كانت كبرة أو صغر عشان لما جيلك في المتعان العامل تبقى أنت عارف هتجاوب تقول إيه طيب لو شفنا كده أول عينة دي عبارة عن عينة نشا ودي موجودة كمركب من ضمن المركبات الكربوهيدراتية ودي عناصر صغرى عناصر كبرى طيب نشوف الجزء الثاني أو النوع الثاني عبارة عن الفيتامينات بروبو عليك أديك أنت قلت عناصر صغرى اللي هي عنوان حرقة اليوم جميل أو طيب ده عبارة عن اللوبيا عبارة عن بروتين عناصر كبرى طيب برضو مش عايزك تنسى عناصر كبرى من صغرى كبرى ما يحتاجها بالإنسان بكمية كبيرة صغرى بيحتاجها للإنسان بكمية صغرى جميل أو طيب ايه تاني؟ أو في حاجات كتير جدا العدس عبارة عن بروتين من أقوى البروتنات بيبقى غني جدا في المادة البروتينية مركبات كبرى أو عناصر كبرى جميل لو خدنا اللسان العصفور مادة نشوية كرباهيدراتية من ضمن العناصر الكبرى حلوة أوي حاجات سهلة جدا لازم كلنا نتعلمها ونتعرف عليها بعد كده الفول عبارة عن بروتين عناصر كبرى عبارة عن كربو هيدرات اي جزء تابع الكربو هيدرات او البروتين او الدهون على طول كبرى فيتامينات صغرى املاح معدنية كبرى وصغرى بعد كده الفاصولة البيضة عبارة عن بروتين عناصر كبرى في الامتحان سهل او انك انت تقول الكلام ده مش صعب تحصل على الدرجة النهية ان شاء الله بعد كده الزيت زيت السمك او الزيت العادي عبارة عن عنصر من العناصر الكبرى اللي هي عبارة عن الدهون طيب ايه كمان عبارة عن الترمس بروتين عناصر كبرى طالما هو بروتين ايه كمان ده عبارة عن حمص الشام عبارة عن بروتين عناصر كبرى جميل اول برضو فيه عناصر تانية او مركبات تانية اللي هي زي الشعير ودي اعتبر من ضمن العناصر الكبرى لانه بيبقى عبارة عن نشا والنشا بيصنف تابع الكارباهدرات والكارباهدرات يصنف تابع العناصر الكبرى يبقى العناصر اللي موجودة قدام دي او المركبات اللي موجودة قدامي دي او المواد الغزائية اللي موجودة قدامي دي ممكن في الامتحان يطلب مني اتعرف على اسمها وانسيبها للمادة واقول اذا كانت كبرى او اذا كانت صغرى طيب لو خدنا بالنا من حاجة تانية كده بالنسبة للجزء النهاردة برضو في حلقة اليوم بفكرت بقى اه على طول بتفتكر المشروع بتاعك بقى احنا السنة دي معانا مشروع عبارة عن حداشر او اتناشر حاجة هنصنعهم مع بعض وعايز اقولك ان العناصر دي مهمة جدا او الحاجات دي مهمة جدا انك انت تصنعها لانها هتبقى رخيصة بالنسبة لك في عامل التصنيع وفي نفس الوقت انك انت هتحضر مركب امن وبكفاءة عالية انا عايزك تحضر مركب بتاعك بطريقة كويسة بطريقة صح بطريقة امنة بحيث انك انت ما تدرش نفسك وما تدرش الاخرية وبفكرك بقولك انت ما تشتريش هذه المركبات من بره ما تشتريش هذه المستحضرات من بره لانها بيقى فيها غش تجاري عالي جدا وبيقدي الى الاصابة بالامراض وده ما شهرتنا في الحلقات السابقة ان نقولنا اكتر الامراض اللي هي تنتقل للانسان من خلال هذه المركبات اللي هو مرض السرطان طيب تعالا نشوف النهاردة في المشروع بتاعنا هنحضر ايه هنحضر عينة من الجل طبعا الجل ده بيبقى مركب شبابي شوية وبيبقى مركب بيميل للذكور اكتر من الانس يعني الزكور الاولاد بيحب يحطوا في شعرهم جل عشان يخلي الستايل بتاع الشعر بتاعه ثابت وبيلمع والهوى ما يأثرش فيه عشان كده المركب ده مهم جدا وعايز اقولك برضه حاجة مهم قوي اي مركب هتحطه على جسمك مهم جدا تعرفه بيتركب من ايه وبيتركب ازاي وبيتحضر ازاي وانت لو جبته من جهة تأكد قبل ما تشريم المكان ده ان الجهة دي جهة معتمدة وجهة مصرح بها محليا وايضا دوليا طيب الجل ده بتحط فين في الشعر الشعر ده انا بقول حاجتين على الشعر ده اولا هو اعلى حاجة في جسمك دي نمرة واحد نمرة اتنين هو اللي بيديك الشكل يعني عنوانك فانت النهاردة يا ترى هتقدر تحط حاجة مجهولة المصدر في عنوانك فأعلى حتة في جسمك مش ممكن يعشان كده بنلجأ الى دايما عملية التصنيع طيب تعالى نشوف بقى احنا ممكن نصنع الجل ازاي واحد يقول صعب بالعكس مش صعب ولا حاجة كيميا ما يصعب كيميا اسهل مادة عندك سنادي ان شاء الله انا بس قبل ما ابدأ اعمل عمية التحضير انا باعرض عليك صورة كده وقولك اختار يا اما شعرك يبقى حاجة من اللي على اليمين دي شكله جميل كده ومهزب بيلمع كل حاجة او ممكن يبقى حاجة من الست صور دول طبعا الست صور دول ست صور لست اشخاص استخدموا جل واستخدموا زيت شعر واستخدموا بريانتين من اماكن مجهولة المصدر فالشكل بقى واضح بالشكل ده طبعا ممكن يؤدي الى وقوع او سقوط الشعر خالص وتبدأ فروة الرأس تبدأ تظهر ويعني ممكن بتبدأ او ببدأ بتبدأ العراض من خلال انه الشعر يبدأ يخف بعد كده يبدأ يغيب خالص من الاماكن فانا بخيرك النهار ده لو انت تقدر تصنع بطريقة صح هتوصل للشكل ده او ده ولكن انت لو اشتريت من مكان مش معتمد ممكن توصل للشكل ممكن توصل لقدر الله للشكل يبقى المشروع بتاعنا النهار ده اللي هو عبارة عن صناعة الجل الخامات اللي انا ممكن استخدمها ايه 25 جرام بكتين ها ده البيكتين ده مادة غذائية جميل جدا حاجة كمان 20 جرام حمد ستريك اللي هو ملح الليمون مادة غذائية يعني كده الجل بيعتبر مادة غذائية اقول لك الجل مادة غذائية ايه كمان مية مركب غذائي ايه كمان مادة حفظة مركب غذائي ايه كمان لون طبيعي مركب غذائي يعني اذا الجل ده بيعتبر مستحضر تجميل وفي نفس الوقت بيتركب من مركبات طبيعية مركبات غزائية طيب انا لو جيت يعني حبيت اجرب كده وادوق طعم الجل ده هل يأثر علي ما يأثرش لان الجل ده مركبات غزائية طيب النهاردة احنا ممكن نحضر الجل بطريقة جميلة جدا اجيب ايه ممكن اجيب خمات بديلة وطبيعية بجيب خمسين ملي مية بحط عليهم نص جرام كربابول بحط عليهم ربع جرام تايلوز بحط طري ايثانول امين وبعد كده بيبقى عندي اللون والايه اللون والرائح طيب عشان كده انا بقولك اسأل بقى نفسك هل المية مضرة اطلاقا طيب هل الكربابول ده مركب طبيعي هل المضر اطلاقا طيب التايلوز مركب طبيعي هل يأثر علي اطلاقا بالعكس طيب التراقي ثانول امين مفيش مشكلة اللون الريح مفيش مشكلة يبقى انت هنا هتستخدم مواد امينة يبقى انت ناقسك حاجة واحدة بس تعرف الكميات وتعرف هتضيف ايه على ايه في الاول وزي ما قلنا ان عملية التصنيع بتمقى مرتبة ما ينفعش كده وانت داخل مش عارف هتحط ايه على ايه تبدأ العمل بتاعك لازم تلتب الحاجات بتاعتك طيب الاول قبل ما اعمل عملية التصنيع اللي هنشوفها الوقت بمنتهى البساطة هبدأ اعرض عليك هزه المركبات عشان تعرف ايه هي الخمات الداخلة في تصنيع الجيل طيب اول حاجة بنستخدمها اللي هم الحاجتين دول كده واحطوهم كده بالترتيب لو احنا عايزين نشوفهم بمنتهى البساطة ها هتلاقي فيه جزء نص التاني انا بقول نص جرام كربابول وربع جرام تايلوس يبقى ده عبارة عن التايلوس وده عبارة عن الكربابول دول بقى اهم حاجتين بيدخلوا في تصنيع الجيل ما عندكش كربابول ما عندكش تايلوس مش هتقدر تعمل عملية الايه التحضير جميل طب ايه كمان حاجة مهمة جدا اللي هي عبارة عن الالوان الالوان اللي انا ممكن استخدمها في تحضير عينة امنة من الجل دي عبارة عن الوان كتير طيب انا عايز اقولك معلومة بقى مهمة جدا اللون ده سواء كان طبيعي او صناعي اللون ده عبارة عن مخدش الصخر طيب اعرف اللون الحقيقي ازاي لما ادوب اللون ده في مية يعني على سبيل المثال ان اللون ده ممكن يبقى لونه بني لكن لوما دوبه في مية يديني لون اخضر اللون ده لونه برتقالي لكن لما دوبه في المية يديلي اللون الاصفر يبقى انت مش هتعرف اللون ولا درجة اللون إيه لما ادوبه في المية يبقى انا عندي اول حاجة تايلوز اتنين كربابول تلاتة الالوان وخلي بالك الالوان اللي بتدخل في تصنيع الجل الوان بودر الوان بودرة عبارة عن مصحوق ما هي السائل طيب هل انا عندي سوائل ا في عندي لون هنا ده عبارة عن اللون ده بيبقى عبارة عن لون سائل ده انا ما بستخدموش خلص في صناعة الجل لكن ممكن استخدموش خلص في صناعة زيت الشعر طيب ايه كمان يبقى اللون ده انا مش هستخدموه هشيلو بقى انا بس بعرفك عليك لحلقات قادمة ان شاء الله الحاجة اللي بعد كده اللي هي عبارة عن الريحة اللي انا بضيفها على الجل اثناء تصنيعه والحاجة الخامسة اللي هي عبارة عن اتراي ايثانون امين هنلاقيه اللازج كده طيب فيه بقى هيبقى عندنا كاس مدرج دي عبارة عن كاس وبيبقى ودخلناه كده جوه شوية كاس كده وبيبقى فيه الايه المقلب يبقى ده عبارة عن المصنع او المكان اللي انا ممكن احضر فيه عينة من الجل واحد يقول لي انا محتاج مصنع ابدا محتاج ما اعمل اطلاقا محتاج حجرة ابدا ده انت محتاج مكان متر في متر عشان تقدر تعمل عملية التصنيع ادي تايلوز ادي الكربابول ادي الالوان ادي الريحة بتاعت الجل ادي اطلاق ثانول امين ادي اللي هو الادوات اللي مستخدمها عبارة عن كاس وجوه منه اللي هو الايه المقلب الايه المعدني او المقلب الزجاجي طيب نرجع كده مع بعض الشاشة عشان نشوف انا بعمل ازاي في تصنيع بقى الايه الجل نرجع مع بعض كده انا عندي خامات كتيرة جدا عندي الخل عندي المية النشادر الكحول الالوان الرائحة حمد السلفونيك هيدروكسيو بوتاسيوم بالمناسبة دي الخامات اللي انا هتعرض لها السنة دي طول العام كل مرة هوريها لك عشان تحفظها ادي الزيت و ادي الزيت البرافين ادي الفزين الطبي ادي التايلوز ادي كاربابول بعد كده الترايق الثانول امين الشابة الكحول الطبيعي مية الورد الاسنسات عبوات العطور الكحول الاسهيلي على التركيز الاول ده كان جلس دي جميل شوف الخامات دي انت طول السنة هتتعامل مع الخامات دي هتاخد مجموعة 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 منها تقدر تحضر منها منظف الزجاج مجموعة اخرى تحضر لك الصابون السايل مجموعة تالتة تحضر لك زيت الشعر مجموعة رابعة تحضر لك البريانتين او الفزلين مجموعة خمسة تحضر لك الجل مجموعة ستة تحضر لك مزيد رائحة العرق مجموعة سبعة تحضر لك اللي تحضر لك العطور عشان كده أنا دايما هعرض عليك هذه الصورة أثناء شغلنا هذا العام إن شاء الله طب تعالى نختار بقى من الخامات اللي فاتت دي الخامات بتاع النهار ده بقى بتاع الجل هذه الكربابول وهادي الطايلوس اللي احنا شوفناهم في الخامات وبعد كده مية مقطرة بعد كده ترايقصا والأمين بعد كده الألوان وأخيرا الرائحة طيب لو انت خدت بالك برضو من الخامات اللي احنا بنتكلم فيها دي الخامات دي كلها عبارة عن خامات طبيعية ودي النقطة اللي انا دايما دايما هركز عليها معاك السنة دي أقول لك دايما انت تستخدم خامات طبيعية ما تنفعش تستخدم خامات بديلة كيميائية بتبقى مركبات فيها في منتعة الخطورة هذه المركبات دايما احنا بنبعد عنه عشان كده دايما بجيلك أعلمك في المعمل واجيلك في البيت أعلمك ازاي بتصنع هذه المستحضرات طيب هنرجع تاني كده للشاشة عشان نشوف خطوة اللي بعد كده ايه؟ اه خطوة مهمة جدا بقى ازاي أحضر أعمل ايه؟ إيه اللي أنا هضيفه الأول وإيه آخر خطوة هضيفه؟ أولا أنا بأعرض عليك الخامات المحضرة الخامات دي عبارة عن خامات كتير قوي خمسين ملي مية نصف جرام كربابول ربع جرام طايلوز ترى إثانول أمين زائد اللون والإيه؟ والرائح طيب بأعمل ايه؟ بجيب مادة الكربابول أضيفها على المية وبعدين أعمل تقليب فبحصل على محلول الكربابول الخطوة التانية بضيف الطايلوز الخطوة التالتة بضيف اللون والرائح بعد كده آخر خطوة بضيف تراي إثانول أمين آه ده هنا بقى معلش أقف وقفة بقى الوقفة دي أقولك وإنتم بتحضر الجل عشان تعمل جل كويس لازم خلي بالك آخر حاجة ضيفة تراي إثانول أمين احنا في جميع مستحضرات التجميل تقريبا مع ده العطور آخر حاجة بضيفها اللون والريح هنا بضيف اللون والريح وبعديها بضيف الطريق سانول أمين ليه؟ لأن الطريق سانول أمين بيعمل تجميد وبيعمل تجميع للمركب وبيخليه يتحول من الحالة السائلة للحالة السلبة فلما يتحول من الحالة السائلة للحالة السلبة صعب أضيف لون وصعب أضيف ريحة لأنها مش هتنتشر فأنا عايز اللون والريح هنتشره في السائل يبقى قبل ما أضيف الطريق سانول أمين طيب عشان كده بقى أنا عايزك تيجي معايا كده نحضر البنش بتاعنا قادي أول حاجة هنجيبها كده قدامنا هاي الطايلوز والكاربابول بعد كده بنجيب الكأس بتاعنا بالشكل ده وبعدين أنا هقرأ الكأس كده هلاقيه عشرين تلاتين أربعين خمسين جميل يبقى عليه رقم خمسين جميل أول كاز ده بيعتبر مدرج ودايما برافو عليك أنت افتكرت أخلي التدريب نهيتي بالشكل ده وبعدين يبقى عند المقلب بالشكل ده وبعدين بجيب المية المقطرة وبعدين بضيف اللون وبعدين بضيف الريحة وآخر حاجة بضيف الترايق سنلقمين زي ما اتفقت معكم طيب عشان كده أنا بقولك قادي شغلنا هوب منتقى البساطة وبنفس الترتيب اللي أنا هعمله أهو المجموعة بتاعتك دي ده اللي هو البنش بتاعك اللي أنت مرتبه عشان تقدر تحضر عينة أمينة وبكفاءة عالية من الجل طيب تعال بقى نشوف أول خطوة هنعملها إيه أول خطوة هنعملها أنا هاخد أنا عندي جزئين زي ما اتفقت الجزء صغير وجزء كبير اللي هو عبارة عن ربع جرام طايلوز ونصف جرام كربابول فأنا هاخد الكربابول الأول وهضيفه كده في الكأس بالشكل تماماً بأضيفه كده مش عايز دي زي ما اتفقت معاكم برجحها خلاص أنا مش عايزها النهار خلاص برجحها في مكان طيب بعد كده بأضيف جزء من الماء بالشكل ده أنا ما بتعداش الحدود اللي هي الخمسين ما بزلش على الخمسين الخاص باجي بديف مكانها كده وببدأ أعمل عملية التقليب طبعاً عملية التقليب دي أكتر حاجة بتاخد وقت في التصنيع وخاصة المستحضرات تجنيل بتضافة للصابون السايل أكتر حاجة بتاخد وقت اللي هي عملية التقليب طيب أنا ممكن أقلب على البارد وممكن أعمل تسخين وأقلب على السخ فيش أي مشكلة ممكن أعمل عملية تسخين أو تدفع بحيث ما يكونش ما وصلش لدرجة الغليان بقلب كده واتأكد أنه كل نسبة أو كمية الكربابول دابت في الماء اللي موجودة عندي طبعاً بتضوب وبالطراش بالعين المجرد لأنها بتدخل في المسافات البينية بتاعة الـ H2O أو اللي هي الماء جميل جداً بعد كده ببدأ أضيف مادة التايلوس بالشكل ده أنا بكون وزنهم بالمناسبة برضو بقى فيه ميزان حساس أو ميزان رقمي ببدأ أقلب كده بقلب كويس عاملة تقليب بالمناسبة برضو في معلومة مهمة جداً أقولك عليها دايماً في عميات التصنيع بالنسبة للمركبات الكيميائية أو المنتجات الكيميائية دي بيكون التقليب دايماً في اتجاه واحد حتى لو التقليب في التجاهين مش هيضرني لازم أتعود أن أنا أقلب في اتجاه واحد لأن مثلاً عملية زي تصنيع الصابون الصلب أو الصابون الرخب أو الصابون السيل ما ينفعش أقلب في التجاهين متعكسين عشان ما يعمليش فقعات هواية ويقدي إلى تلف المنة فأنا بتعود على طول دايماً في الكيميائية إن أنا بقلب بمقلب في اتجاه واحد زي ما بقلب كده يعني أنا أقلب يومين كده ما أبدأش أرجع الوراء كده الرجوع الوراء دايماً أمنفعش ببدأ أقلب في اتجاه واحد وزي ما قلت برضو لما بعمل عملية تصخين بيسرى من عملية الزوابان ليه؟ لأن التصخين بيؤدي إلى التمدد والتمدد بيؤدي إلى زيادة المسافات البينية وزيادة المسافات البينية بيؤدي إلى إن المادة المزابة بتبدأ تدخل في المسافات البينية للمادة المزابة طبعاً كل ما بقلب كل ما اللون بيفتح كده وبيديني اللون اللي هو الشفافة على الماء ببدأ أشوف منه المعلاقة مرة تانية أو المقلب ببدأ أشوف المقلب ده معناها إن هي عملية الزوابان بتتم كويس كويس طبعاً أنا بحضر نسبة بسيطة جداً بحضر خمسين ملي لكن لو أنت في الماء عمل بقى عايز تحضر خمسين لتر طبعاً عملية التقليب دي بتبقى مقلب بالكهرباء مقلب كهرباء لكن الكمية الصغيرة ديات مش محتاجة نسبة إيه نسبة كبيرة طيب هذه الخطوة التانية ببدأ أعمل إيه أتأكد كده تمام من القراءة عشان ما عديش لحد الخمسين أنا كده ما جبتش نسبة الخمسين كويس قوي بمنتقى البساطة ببدأ أضيف اللون هنا اللون عايز أقولك معلومة لللون مهمة جداً المفروض أنا بضيف لون طبيعي طيب ما عنديش اللون الطبيعي بضيف لون صناعي طيب هل هناك قواعد بتحكمني وأنا بضيف اللون الصناعي آه بيقول لي إضافة اللون الصناعي لا تتعدى الإضافة أو النسبة عن واحد من عشرة في المية طيب أنا مش فاهم الرقم ده أقولك واحد في الألف طيب أنا مش فاهم بره الرقم ده أقولك جرام من اللون مع كل كيلو من المركب الغذائي أو ملي من اللون الدايب مع لتر من المنتج يبقى أنا لو عندي لتر من المنتج يعني عندي ألف ملي من المنتج يبقى أنا هضيف ملي واحد يبقى واحد إلى ألف نسبة قليلة جداً لا تؤدي إلى مخاطر ولكن تؤدي إلى ظهور لون بتستريح ليه إليه طيب هسأل نفسي سؤال هل ممكن أستغنى عن اللون والرائحة في تصنيع الجل؟ آه هل هيأثر عليه؟ أقول له لا ليه؟ لأن اللون والريحة عشان أريح المستهلك أريح عينه وراي حاسة الشم لكن ما بيأثرش على التركيب الكيميائي طيب إيه اللي أثر على التركيب الكيميائي؟ غياب الطايلس طيب إيه كمان؟ غياب الكربابول طيب إيه كمان؟ غياب المية طيب إيه كمان؟ غيار الحاجة بقى اللي هي بتجمد لي الجل اللي هي الترايسنول أمين غياب المركبات الأصلية التي تدخل في التركيب الكيميائي يؤدي إلى ضعف هذا المنتج عشان كده بقولك ممكن ما تضيفش لون ولا ريحة حتى في العملي بتاع اخر السنة لو ما ضفتش اللون او ريحة ما بتنقص درجات لكن بتحطهم قدامك على البنش عشان تاخد الدرجات الكاملة ان شاء الله طيب يبقى انا بقى عمل عمية تقليب كده وبعدين هبدأ بقى اضيف اللون باضيف اللون بنسبة قليلة جدا يعني انا عايز اقولك النسبة اللي موجودة قدامي دي لو كده قربنا وشفنا اهل حجم ده الكمية دي ممكن استخدمها لمدة سنوات كتيرة جدا لانك انت هتشوف النسبة ودايما ما باضيفش النسبة الاول بنسبة كبير لقى باضيف بنسبة قليلة ولو ما عجبنيش اللون اضيف تاني لكن لو ضفت بنسبة كبيرة وحبيت اخفف بتبقى العملية صعبة جدا لانك هتغير بقى هتضيف ميا هتضيف تايلوز هتضيف كربابول هتضيف سنوات الأمين هتغير في تركيب المنتج بتاعك واكيد مية في المية المنتج بتاعك هتطلع مش مزبوط طب تعالي نشوف الاضافة بتتم ازاي بالشكل ده كده باخد كده كمية صغيرة جدا يعني شوف الكمية اللي انا اضيفتها كمية قليلة جدا طيب هقلب كده الكمية دي واشوف اللون لو اللون عجبني ماشي حسنت انه خفيف اضيف عشان كده دايما ما بقولكش النسبة دي قد ايه ما بكتبلكش في الكتاب شوف انه اول ما قلبت اللون زهرة طيب والله انا ممكن اللون ده بالنسبة لي يبقى لون مريح ممكن يبقى اللون بالنسبة الغيري بيبقى يلون بيبقى تقي يعتبره تقيل وممكن واحد تالت يعتبر اللون دخفة عشان كده دايما اللون بيتبقى على حسب رغبة المستهلك على حسب رغبة المستهلك وغالبا 68% من المستهلكين بيبقى النسبة بتاعتهم المطلوبة المتوسطة اللي هي لا هي خفيفة قوي ولا هي داكنة جدا عشان كده دايما بقولك حط اللون بحذر عشان ما يزيدش ويبدأ اللون يبقى داكن منك واللون الجن بيبقى كده غامق وشكله مش مظبوط لأن عمية التسويق بتعتمد على حاجتين مهمين جداً النظر والشم هتشوف الحاجة كويسة تعجبك هتشم رحيتها هتلاقيها كويسة هتشتري هتشوف اللون مش كويس هتشوف ريحة مش كويسة وبالتالي مش هتشتري طيب أنا ضيفت اللون كده خلاص يبقى كل دول أنا مش عايزهم تاني باركنهم على جنب كده دايماً بقولك خليك منظم ونتشغل في الكيمي أول ما أبدأ المعمل بيبقى ليها نظام آخر ثانية في المعمل بيبقى المعمل رجع كأن أنا ما حد اشتغل عليه طيب هبدأ أضيف الرائحة بقى بضيف على الكيمياء للخمسين جرام دي من ثلاثة إلى خمس نقط كده قادي لو ركزنا تمام قادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمس حلو خالص ماشي مفيش مشكلة عمليها مش صعبة عشان فيه ناس كده واخد الكيمياء كده وإيه وعمل مشاكل معها بقلب أنا بضيف أي مركب على مركب تاني بقلب وطبعا التاليب هنا مفيش أي مشكلة خالص بيبقى تاليبه ليل جدا أهم حاجة وأصعب حاجة في التاليب إزابة الكربابول والطايلوس في الماء بقلب كده عشان يعني عمية الامتزاج بعد كده بارجع تاني أنا اللون ده مش عايزه خلاص الريحة ده مش عايزها خلاص ماشي يبقى أنا ضيفت اللون والريحة قبل ترايسانول أمين طيب نشوف ترايسانول أمين لما ضيفه اللي يحصل آه لو خدنا بالنا كده برضه عشان أوريك الفريب الاتنين دول الفريب الاتنين دول ده عبارة عن الريحة اللي أنا ضيفتها وده عبارة عن ترايسانول أمين أنا شايف إن الاتنين لون واحد طيب ما هونت بقى في الكيميا ما بتعتمدش على حاسة واحدة بس أنت بتعتمد على حواسك الخامسة بتعتمد على الملمس بتعتمد على اللون وبعدين أنت دايما في الكيميا بقول لك ثلاث حاجات يعملهم ما تنسهمش تجربة مشاهدة استنتاج دي كيميا كيميا يعني تجربة مشاهدة استنتاج أنت شايف إيه وبناء على اللي أنت شايفه بتستنتج طيب أنا شايف الاتنين لون واحدة لو قربت لهم كده طيب عايزة أفرق بينهم أقول لك لو خدنا بالنا من اللزوجة لو قربنا كده الشكل شوية لو قربنا الشكل تاني كده شوية ألاقي هنا أتمام اللزوجة ليلة لما برج كده بتترجع على طول هنا اللزوجة أعلى يعني هنا السائل بتبقى لزوجته أعلى هنا لزوجة أقل وتخلي بالنا من حاجة كمان بيبقى هنا اللون فاتح شوية يعني بيبقى شفاف هنا بيبقى يكاد يكون نصف شفاف يبقى أنت كده وانت شغال في الكيميا فاهم أن دي لزوجتها أقل ودي لزوجتها أعلى فاهم حاجة كمان أن دي شفافة ودي نصف شفافة أو تكاد تكون موضع أنا الجزء ده خلاص أنا مش عايزه برجعه تاني كده مكانه ييجي بقى يسأل نسأل هنا إيه الفرق بينك كمتعلم أو دارس أو فاهم وإيه الفرق بينك وبين الرجل اللي برا اللي وقف على العربية في الشارع وبيعرض منتجات شكلها ممتاز جدا عشي تبقى عارف رحيتها كويسة جدا حجمها كبير رخيصة جدا الرجل اللي بيعمل كده بيضيف كميات مش مزبوطة عا بيزود الريحة شوية بيضيف كميات كيميائية بديلة بتبقى رخيصة وتؤدي إلى الإصابة الأمراض وزي ما بقولك الجملة اللي أنا حفظها وعايزة حفظها لك أن المنتج لما تاخده من بره رخيص فهو غالي لأن تمنه صحتك هتاخد منتج داخل في يعني أنت ود وأنت بتشتري حاجة احسب يترك كمية دي قدي والمفروض فيها التايلوز قدي والكربابول قدي والتريق الصناع قدي ودي ثمانية كام وكم وكم واجمع وإنت جمعت في الآخر لقيت أن العبوة دي ب15 جنيه وبيبقى عليك ب5 جنيه ما تشتريهاش لأن تمنها الرخيص ده بيبقى غالي جدا لأنه زي ما قلت لك وبقول لك وهقول لك كل مرة أنه بيبقى تمنها صحتك طيب الكمية اللي هي 50 ملي دي اللي أنا حطيتها الأول أكملها ب50 ملي لحد الارتفاع اللي أنا شايفه كده 50 ملي تمام بابدأ أقلب تاني أي إضافات بضيفها بقلب كويس جدا بعد كده هبدأ أخد آخر مرحلة زي ما قلت لك اللي هو التريق صنو الأمين كده هاخد بقى الكمية دي بيكفين هسنعها مية التصنيع من 3 إلى 5 نقط يعني الأقل حد 3 نقط أكبر حاجة 5 نقط طيب أنا هضيف كده ودايما بعد كل نقطة بقلب كويس جدا وزي ما قلت أصعب وأطول فترة في التصنيع عملية تقليب لكن الزوابان مفيش مشكلة تفاعل الكمية مفيش مشكلة عملية التقليب هبدأ هضيف نقطة وطبعا هي عاملة زي الجليسرين بتبقى تقيلة كده زي الجليسرين ببدأ أنا ضيفت نقطة كده ببدأ أعمل عملية تقليب بقلب كويس جدا بالشكل ده بقلب هذه النقطة الأولى هضيف نقطة كمان نين الشخص الوقف في المكان الغير آمن ده مش عارف إيه وظيفة الترايق ثانول أمين أقولك بقى وظيفة الترايق ثانول أمين إحنا لما بنيجي نستخدم الجل ونحط على شعرنا بنلاقي إن شعرنا كده نشف طيب التماسك الشديد ده أو التماسك اللي حصل في الشعر ده نتيجة إضافة مادة الترايق ثانول أمين طيب نشوف بقى الكربابول والطايلوز اللي اتنين وظيفتهم الكربابول بيغزي الفروة بتاع الشعر والطايلوز بيغزي البصلة بتاعة الشعر يبقى كل واحدة لها وظيفة هل الراجل اللي وقق في الشهرة عارف الكلام ده لا لما تسأله يجاوب ما يجاوبش مين اللي يجاوب اللي تعلم اللي هو أنت إحنا وظيفتنا السنة دي جايين لحد عندك عشان أوريك الفرق بينك وبين الشخص اللي هو بيغش برة تجاري وبيقدي إلى وصولنا إلى أمراض في المنتهى الخطورة طيب أنا بالمناسبة ضيفت النقطة التاني لكن ما أقلبتش أقلب وزي ما قلت معاك في الأول إن أنا بأقلب في اتجاه واحد حتى لو التقليل في اتجاهين ما يقصاش لأ أنا بأقلب في اتجاه واحد بأقلب كده زي ما قلت في الكميات الصغيرة جدا مقلب بلاستيك أو مقلب خشب أو مقلب معدني أو معلقة مسطحة زي دي ما فيش مشكلة منها لكن في العبوات الكبيرة لازم أن يكون مقلب بعبارة عن مقلب كهرب هضيف النقطة رقم 3 ماشي وزي ما قلت لك هضيف نقطة وتقلب بالشكل ده بادي النقطة رقم 3 أنا قلت من 3 إلى 5 نقط بقلب كده بعد كده بضيف النقطة الرابعة بضيف النقطة الخامسة أنا كده ضيفت كل الكمياء اللي عندي بالشكل ده كده بدأ يبقى فيه تماسك شوية ولزوجة يعني فيه تماسك شوية عن الوضع الأول الجزء ده باخده حطه في تلاجة لمدة 3 أيام وببدأ أحصل على عينة من السهل جدا عملتها عينة آمنة صحيا عينة بتكون معمولة بكفاءة عالية النهاردة تعرفنا عن الفيتامينات تعرفنا عن الأملاح المعدنية أيضا تعرفنا على طريق التصنيع الجل بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله متمنيا لكم جميعا النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر